من أكثر الأفلام اللي كنت مستنية بهاي الفترة هو فيلم The Swimmers وذلك لسبب يعتبر جدا بسيط خلال سنة 2022 على أقل تقدير شفنا الكثير من الأفلام يلي بتصنيفات مختلفة من الرعب للأكشن للكوميدي للحزن كتير من التصنيفات ألا هذا التصنيف التصنيف يلي بيسلطوا الضوء على قضية حقيقية لازم كل الناس يتعاطفوا معه وبنفس الوقت القضية يلي كتير من الناس بفكروا بطريقة غلط فيها الناس اللي بتطلع على النازحين على أنه هن الناس تركوا وطنا وطلعوا طيب إشو هي الخفايا من قبل إشو هو الطريق اللي وصلنا على سبيل المثال لأوروبا إشو هو الطريق اللي كان فيه مخاطر الطريق اللي كان فيه صعوبات اللي فيه تحديات هذا الشي هاي القضية اللي مع بيتم التركيز عليها من خلال الأفلام على أقل تقدير أنا هيك بعطي الفيلم 3 من 10 من دون ما أشوفه من دون ما أعمل أي شي بعطيه 3 من 10 بس لأنه من تصنيف لازم نحن نطلع عليه بس لا أكتر ولا أقال قصة هذا الفيلم يا صديقي بتحكي عن يسرى وسارى اللي هنن أخوات بيهربوا من سوريا وهنن على طريقهم أثناء الهروب على القارب بيتعطل فيهم القارب وبيكونوا مضطرين أنه هنن التنتين والتنين تانين يزلوا على البحر ويجروا هذا القارب المتعطل ويأنقذوا حياة 18 شخص يا جماعة بس الركز بناتو تعتبر جدا مهمة أنه هاي القصة اللي نحن هلا عم نحكي فيها هي قصة حقيقية قصة صارت في أرض الواقع قصة فعلا هدول التنتين مع هدليك التنتين التانين جروا هذا القارب فيه 18 شخص وأنقذوا حياة هدول 18 شخص قصة حقيقية صارت طبعا هون لازم تكون حيطة بيبالك أنه هن الوقت اللي أنقذوا هذا القارب وأنقذوا حياة 18 شخص ما سبحوا مثلا والله ربع ساعة تلت ساعة ساعة ساعتين ضلوا بيسبحوا ساعات فتخيلوا أربع أشخاص من بيناتهم هدول التنتين للأخوات يلي هاد الفيلم عبركز عليهم أو قصة الفيلم عن هدول الأخوات أنقذوا هدول الناس بعد ما سبحوا لعدة ساعات فتخيلوا المشاعر اللي رح تكون موجودة عندهم المشاعر لأنك أنت هربان من مكان معين من الممكن أنت تموت في أي لحظة هربان من حرب توصل أنت وعب تهرب بطريقك يصير معك هذا الموضوع وتكون على حفة الموت فكمية المخاطر اللي موجودة كمية المشاعر اللي بتكون جواتك وبالذات فكرة أنه أنت وإختك أو أنت وإختك وفيه اتنين كمان موجودين أنتو الأربع أشخاص لازم تجروا هذا القارب لحتى تنغذوا كل الناس الموجودة يا جماعة بس تخيلوا هاي الفكرة بحد ذاتها على أرض الواقع يعني حياة 18 شخص معلقة بإيدك إذا أنت تعبت مع التحسن جر القارب فهدول 18 شخص رح يموتوا فتخيلوا كمية المشاعر اللي ممكن أنك تصل من هاي الفيلم هون في عن التحدي يعتبر كتير كبير أنه من خلال هدا الفيلم تصل هاي الفكرة تصل هادا الشعور يصلك كمشاهد وبصراحة بأغلب المشاهد اللي كانت موجودة بالفيلم هادا الشعور وصلك حسسني بالشيء اللي كان عم بيصير ولو بطريقة صغيرة بأرض الواقع لأنه بالأخير أكيد الشيء اللي عاشوه منه مستحيل إني لا أنا ولا مئة ألف مليون شخص في العالم يحسون مثل ما هني كانوا حسيني ولكن وصلي ولو جزء صغير من أحساسهم طبعا اللي بيصير أنه بعد ما ينقذوا القارب يسرى وإخته سارة بيوصلوا للمكان اللي هني رايحين عليه وفعليا يسرى بتكمل في مسيرتها فيما يخص السباحة وبتدخل في بطولات تعتبر عالمية لحتى توصل لعمر التساطع عشر سنة وتصير سفيرة النواية الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على الإطلاق هلأ هاي هي قصة هذا الفيلم ولكن السؤال الأساسي هل هدف الفيلم أنه من خلال القصة يعطيك تويستات ما هي طبيعية ويحسسك بشعور مو طبيعي من ناحية القصة أنه هذا أفضل شيء شفته بحياتك أكيد لا هدف الفيلم يعتبر جدا جدا بسيط بس حس بهدول النازحين يعني بس إلى أكتر والأقل الفيلم كله معمول لحتى يفرجيك هدول البنتين ويخليك تحس ويخليك تشوف ويخليك تركز دائما على هدول النازحين وعلى الأشياء اللي بيعونوا منها فإذا كان عندك أي اهتمام أنك أنت تفهم إش هو السبب اللي بيخلي الكثير الملايين من اللاجئين يطلعوا من بلدهم بغض نظر أنه هنا سوريين نحن عم نحكي بهذا الفيلم أنه هنا سوريين ولكن ممكن أنت تاخد موضوع على منحة أكبر أنه اللاجئين حول العالم إش السبب بيخليهم يطلعوا من بلدهم ويروحوا ويدخلوا في هاي المصاعب ويدخلوا في هاي الأمور يعني أنت اليوم عايش ببلدك بلد فيها حرب ولكن إش اللي بيخليك تطلع منه لحتى توصل للبحر ويكون برأبتك تبنطع الشخص وتغيش الموت فهذا الفيلم واحد من الأفلام اللي بيوصل لك هذا الشعور بيخليك تفهم هدول الناس ليش طلوا وهدول الناس ليش فروا من بلدهم طبعا واحدة من أهم أهداف هذا الفيلم يفرجيك النازحين واللاجئين هن الناس مثلهم مثلك مثلي مثلهم نحن نفس بعض ما في شيء بيفرقنا بس نحن في عنا سبب خلانا نطلع وانتهى الموضوع ما لازم تعامل الناس بالطريقة اللي انتهى لا بتتعاملهم فيها فهون نحن عم نتقصد الناس الموجودين خارج الوطن العربي يعني إذا بتشيل هذا الفيلم تعطيهم يا بل كتر خيرك يعني خلي يتفرجوا على هذا الفيلم ويفهمه وكل واحد وين عايش توقع فهم علي يعني إذا انت عايش في أوروبا عندك رفي أوروبي شيل هذا الفيلم عاطية خلي يتفرج خلي يفهم خلي يستوعب انه مثله مثلك بس انتهى الموضوع فهي نقطة تعتبر أساسية بالفيلم طبعا إذا بدنا نحكي على الفيلم كفيلم انه انت اليوم ما تتفرج عليه إيش وضعه فممكن أقولك انه كان فيه الكثير من المشاعر يلي بتوصلك الأحساس اللي من المفترض انك انت وقت تتفرج على فين تاخده من هذا الفيلم فعلى سبيل مثال الخط الدرامي الموجود بالفيلم معمول بطريقة جميلة يعني اليوم انت وعد تحكي قصة حقيقية اي شيء بيصير بالحياة انت ممكن تاخده وتعمل منه قصة ولكن دائما الشغل على المستوى الدرامي على الصباق الدرامي الموجود في الفيلم او موجود في مسلسل هون انت بتكون عندك النقطة الفاصلة اوكي انا عندي قصة تعتبر جدا جذابة وقوية مستوحة من ارض الواقع ولكن اذا ما حسنت تعالجها دراميا بيصير عندك مشاكل فاذا بنحكي على القصة ومعالجة الدرامية فيما يخص هذا الفيلم بصراحة شيء يعتبر جميل جدا رح تستمتع من الناحية الدرامية اللي كانت موجودة اضافة للمشاعر من العطف للحزن وحتا في عندك كمان مشاهد بتضحك احتضحك بهذا الفيلم فبنتك تحس في شيء الامل على سبيل المثال انت رح تشوف انه هدول الناس عب يعانوا عب يعانوا عب يعانوا ولكن دائما متمسكين بشيء اسمه امل لحتى يوصلوا بالاخير لشيء يعتبر واو لحتى يحصدوا النتيجة اللي هنا كانوا عب يعملوا في الصعاب هاي رح تزول بالاخير ويوصلوا مكان جيد فبشكل عام من هاي الناحية الفيلم كان جيد جدا اذا بدنا نحكي على الناحية التمثيلية بهذا الفيلم فاتوقع ومن وجهة نظري انه هاي الناحية من اهم اسباب نجاح هذا الفيلم لسبب جدا بسيط انه الاخوات اللي كانوا موجودين بالفيلم هنن اخوات على ارض الواقع فبالتالي الكيمياء مبيناتهم رح تكون عالية بالتالي كل المشاعر اللي حكينا عليها قبل رح تصلك اسهل بكتير جدا الموضوع رح يكون سهل انه المشاعر تصلك يعني وقت يكون في مبيناتهم كيمياء مشاعر الحزن رح تصل مشاعر الامل رح تصل مشاعر التعب مشاعر كل شيء رح يصلك لانه هن فعليا متفاهمتين مبيناتهم كيمياء جدا عالية فهي نقطة تعتبر جدا مهمة بدي احكي على نقطة ما بعرف اذا بس انا حسيت فيها لانه انا بحب السباحة بشكل عام ولا لا هي كانت فعلا موجودة بالفيلم والهي موضوع انه السباحة طرعد من خلال هدفين بطريقة جذابة على انه في كتير من الناس بتقول انه السباحة مملة او الافلام اللي بتشوف فيها سباحة بتشوف انه موضوع شوي ممل ما بتشوف معموله بطريقة حلوة على حكس هذا الفيلم يلي منه ممكن احنا نعتبر اساسا انه السباحة هو شيء جانبي كان موجود بالفيلم بما يخص القضية الرئيسية اللي عب بحكي عليها الفيلم ممكن تكون السباحة هي شيء جانبي ولكن جدا استمتعت في المشاهد اللي كانت موجودة انه عطت حقه يعني كانت جذابة بطريقة غريبة ما بعرف انا هذا الحسيت فيه يمكن برجع بعد كون انا بحب السباحة بطريقة كتير كبيرة ممكن هذا الشيء خلاني اشوف السباحة احسن او احلى او جذابة اكتر ولكن حسيت في هذا الموضوع وبالمناسبة يعني هذا الفيلم اذا تم التركيز عليه من قبل المخرجين بشكل عام وازا كان في عنا حدا عنده فكرة تخص السباحة والله ممكن ياخد من هذا الفيلم يعني جد ممكن ياخد من هذا الفيلم ممكن هذا الفيلم يكون بوابة لالكثير من افلام السباحة يعني ممكن يكون هذا شيء شخصي كامل ولكن هاي شغلك حسيت فيه احبتني احكيها النطر اخير اللي بدي احكي فيها في هاي الحلقة انه الافلام والسينما والتلفزيون والمسلسلات هي بوابة للسماح في وصول الرسالة للمشاهد فيه رسالة معينة دائما موجودة هاي الرسالة اتصل للمشاهد عن طريق الافلام والمسلسلات عن طريق السينما وعن طريق التلفزيون وبالتالي انا من البداية عبقلكم الرسائل الموجودة بالفيلم ولكن اهم شيء واللي تركته للاخير هو أنه نحن كل يتنشفنا الأخبار يعني نحن نشوف أنه الأخبار فيه نازحين في القوارب الناس عبتموت الله يرحمه ناس عبتعاني لا توصيل ناس ما عبتتوصيل بترجع لمحل البداية فيه أشياء نحن نحن نشوفها عن طريق الأخبار ولكن فكرة أنك أنت تشوف هذا الموضوع عن طريق السينما أو عن طريق مسلسل أو هالقصص هاي هاي الرسالة نحن نحكي عليها دائما فيما يخص السينما وتلفزيون الإحساس يا صديقي الأحساس اللي أنت بتاخده من الفيلم والأحساس اللي بتاخده من المسلسل مستحيل تحسن تاخد هذا الشيء من الأخبار بالتالي الذكاء دائما عند الإخراج في المخرج وهو ياخد قصة حقيقية من أهم الأشياء اللي هو لازم يعملها أنه يخلي المشاهد يحس ويعيش التجربة يحس حاله أنه هو موجود في هذا الفيلم يحس في الناس اللي كانت موجودة بالفيلم يحس في الممثلين ويحس في الأحداث ويحس في المشاهد فبالتالي هذا الفيلم نعمل بطريقة جميلة جدا بطريقة خلت الناس دائما تتركز وتطلع وتقول أنه أنا أوكي عب أشوف الأخبار عب أحس فيهم ولكن أنا نعيشت معهم من خلال هذا الفيلم فالقصة الرئيسية اللي عب يتمحور عن هذا الفيلم أنك أنت تعيش تعيش الشيء اللي هنا كانوا عب بيعملوه وهذا الشيء ما ممكن أنه يصل إلا عن طريق الأفلام أو المسلسلات شكرا لصناع فيلم The Swimmers شكرا أنه هن وصلوا هذا الفيلم عن طريق منصة ناتفليكس لحتى تصل لكل العالم بصراحة من أهم القضايا يلي ما بيتم تركيز عليها من خلال الأفلام والمسلسلات برجع بقلكون كتير من الأشياء اللي بتشبه هاي القصص دايما بتطلع بالأخبار ولكن مؤثر عمل على شكل فيلم أو على شكل مسلسل صدقوني المشاعر رح تصل أسرع الرسائل رح تصل للمشاهد أسرع بشكل أقوى بشكل أفضل فبالتالي شكرا مرة تانية لصناع فيلم The Swimmers هذا هو كان كل شيء عندي لهذا الفيديو يا صديقي إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى اللاك عليه تطيير رايك تحت في الكومنتات عن الفيلم وعن تركيز المنصات على هذا النوع من الأفلام هل لازم تركيز عليه بشكل أكبر ولا لا مع ذكر السبب تحت في الكومنتات من الجماعة من عيد إذا عجبك هذا الفيديو لا تسأل أنك تشترك أكيد تحت في القناة ونشوفكم في فيديو الجاي صلى الله عليه وسلم